اكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر ان تطورات الاوضاع امنيا واقتصاديا تستدعي معها مضاعفة الجهد والعمل للحفاظ على ما تحقق من انجاز تنموي واقتصادي فالتحديات اليوم ليست باعتيا دية ويتطلب التعامل معها بنهج غير تقليدي لتجاوزها وضمان عدم امتداد ظلالها للمسار التنموي الذي يستهدف ازدهار الوطن ورخاء شعبه مشيرا سموه الى ان الثقة عالية في شعب البحرين الذي اثبتت التجارب وسجل التاريخ الوطني له وقفات اخرجت المملكة مما كان يراد لها من استهداف لامنها واستقرارها وتنميتها فهذا الشعب وما يمتلكه من تاريخ مشرف هو قادر على استيعاب ما تتطلبه المرحلة من عمل وجهد مضاعف ويتجاوزها بسلام جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لعدد من المسؤولين بالمملكة والفعاليات التجارية والاقتصادية والمصرفية والفكرية والاعلامية وخلال اللقاء قال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لا يوجد لدينا ما هو اعز من هذا الشعب ولا اهمية تسبق عندنا لتوفير افضل الخدمات التي تضمن له العيش الكريم مؤكدا سموه ان الحكومة في هذا السبيل تحرص على المضي قدما في تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين وتبني الاستراتيجيات والبرامج التي تعلي من المسارات التنموية وتجعل الانجاز فيها يمضي بخطوات متسارعة ويأخذ منحا تصاعدي لبلوغ الاهداف التي رصدتها الحكومة من اجل المواطن وانوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي يطلع به القطاع الخاص في مسيرة الاقتصاد في دعم برامج الحكومة الهدفة الى الارتقاء بالافق الاقتصادي في المملكة كما اشهد سموه بالخبرات البحرينية في كل مجال وما قامت به من دور بارز واسهام بالغ في مختلف المجالات حتى باتت الكوادر البحرينية احدى عناصر الجذب الاستثماري في المملكة وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور الى التطورات والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية حيث نوها سموه بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود في اخذ زمام الصدارة العربية والاسلامية وقيادة الامتين لكل ما فيه خيرهما وصالحهما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة